بدأ وزراء خارجية الدول العربية لاثنين اجتماعاتهم التحضيرية في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات في منطقة البحر الميت تمهيدا للدورة العادية الثامنة والعشرين للقمة العربية التي تعقد الأربعاء نجتمع في زمن عربي صعب تسوده أزمات وصراعات تحرم منطقتنا الأمن والاستقرار الذين نحتاجهما لنلبي حقوق شعوبنا في التنمية وفي التعليم وفي العمل وفي الأمل وستركز القمة على أزمة اللجوء السوري ويتوزع حوالى خمسة ملايين سوري في دول الجوار ويستضيف الأردن أكثر من مليون منهم بحسب السلطات كما سيتم بحث تطورات الأوضاع في العراق واليمن وليبيا وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب